بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعلم عليكم برنامج كوي جدا أحد أهم وأفضل البرامج المجانية للويندوز التي يجب أن تكون مسابتة بالفعل على جهازك خاصة بعض الفورمات أو بعض التثبيت الجديد لأن هذا البرنامج هيفيدك بنسبة كبيرة جدا في تحسين أمان الويندوز حظر جميع المواقع الغير مرغوب فيها على الإنترنت بما في ذلك تحسين أو تسريع الويندوز وتحسين أداء الويندوز بشكل عام تعطيل الخصاص والخدمات الغير ضرورية في الويندوز حسف التطبيقات أيضا الغير ضرورية والعصور على معظم البرامج الأساسية وتثبيتها وتحسين الأمان والخصوصية وإضافة تعديلات مهمة جدا لتحسين وتسريع تجربة الاستخدام طبعا استعرضنا هذا البرنامج منذ فترة طويلة جدا لكن اليوم هنستعرض عليكم بشكل سريع النسخة الأحدث من هذا البرنامج لتحسين أداء الويندوز كل ما هناك في أي متصفح موجود عندك هتكتب اسم البرنامج Optimizer بنفس الشكل الظاهر على الشاشة ومن أول نتيجة بحثة المتعلقة بموقع GitHub هتضغط على هذا الخيار بعد ذلك هتنزل حاجة بسيطة طبعا البرنامج زي ما قلت لحضراتكم داعم لأي ويندوز داعم للغة العربية ومحمول مش بيتثبت فهتنزل حاجة بسيطة وتضغط هنا على Optimizer بعد ذلك انزل هنا واضغط على هذا الخيار النسخة الأحدث طبعا حجم البرنامج تقريبا ثلاثة ميجا هتضغط هنا على هذا الخيار وبشكل مباشر هيتم التحميل معك بعد التحميل ضغط على ايكونة البرنامج او ضبل كريك تعليم من المكان اللي انك حملته فيه او نزل فيه بعد ذلك اضغط على يس وافق على بدء تشغيل البرنامج سعني بسيطة هتفتح معك قائمة اللغات طبعا البرنامج مش بيتثبت فقط من هنا هتحدد اللغة اللي انك عايزها على سبيل المسال اللغة العربية ثم اوكي وده كل اللي مطلوب هيبتدي يفتح معك البرنامج بشكل تلقائي هنا طبعا البرنامج بيتعرف على امكانيات وموارد الجهاز عندك حتى نظام التشغيل اللي انك بتستخدمه طبعا بيكون فيه عندك تبويب هنا لو اندوز حداشر لو انك بتستخدم واندوز حداشر والتبويب اخر لو اندوز عشرة ده لو انك بتستخدم واندوز عشرة ببعض الخصائص الخاصة بواندوز عشرة لكنها مش بتختلف كتير عن هذه الخصائص على سبيل المثال عندك قسم عام هنا هذا القسم بيكون مقسم الى بعض الاقسام لتحسين اداء النظام تعطيل بعض الخدمات الغير ضرورية تحسين اداء النظام تعطيل بعض الخصائص ارسال البيانات او الكياس عن بعد وغيره الكثير على سبيل المثال طبعا لو انك ضغط ضغط كده بس على اي ايكونة او اي خيار من هذه الخيارات فيبتدي انه يوضح لك طريقة عمل هذا الخيار طبعا بالنسبة لقسم تحسين الاداء ده هيعمل على تقليل وقت الانتظار قبل انهاء العمليات غير المستجيبة ايضا تقليل وقت انتظار عرض القوائم تعطيل اشعارات التحقق من مساحة الكورس تعطيل عملية هز التطبيقات لتصغير او العرض لسطح المكتب هيعمل بشكل دائم على اظهار امتدادات الملفات وهيظهر الملفات المخفية فهلنضغط على هذا الخيار لتحسين الاداء بالنسبة لك لو محتاج انك تعرف طريقة عمل اي من هذه الخيارات فضغطة بس على هذا الخيار وهيظهر لك طريقة عمل هذا الخيار على سبيل المثال هنعمل بشكل سريع على تعطيل بعض الخصائص غير مهمة في هذه القائمة بحيث انها تعمل على تحسين اداء الويندوز ازالة تأخير القوائم تحسين الشبكة تعطيل الابلاغ عن الاخطاء تعطيل خدمة الطباعة طبعا هذه الخدمات بتعمل في الخلفية لو انك مش بتستخدم الطبعة او الفاكس وما الى ذلك فطبعا نعطل كل زي الخيارات بما في ذلك تعطيل الشاشة الزكية ايضا هنسيب هذا الخيار ايضا بالنسبة لقسم الاقراس هنعطل سوبر فتش والاثبات ايضا هنعطل ارسال التقارير الى التطبيقات الشائعة زي الاوفيس زي الموزيلا فاير فوكس زي كروم زي لو انك بتستعدم كارت شاشة انفيديا والفيرتوال ستيديو بما في ذلك هنا تعطيل الخصوصية تعطيل مهم ارسال البيانات وتعطيل مشاركة الملفات عبر الشبكة فهنعطل كل هذه الخيارات طبعا عشان يتم تطبيق هذه الخيارات يجب انك تعمل اعادة تشغيل فطبعا هنأجل هذا الخيار للاخر بعد ذلك هناك اسم ويندوز حدو عشر لو انك بالسادة ويندوز عشر فيكون مكتوب عندك هنا ويندوز عشر يعني زي ما انكم شايفين كل الخيارات هنا شرحة نفسها فابتدي عطل فقط الخيارات اللي انك مش محتاجعة يعني مثلا استعادة مستكشف الملفات الكلاسيكي اخفاء الطقس من شريطة المهام اخفاء البحث من شريطة المهام كل هذي الامور شرحة نفسها ابتدي بشكل سريع حدد من هنا الخيارات اللي انك مش محتاجة وطبعا نلسيب لك الشرح السابق لهذه الأداء اسفل هذا الفيديو لو محتاج شرح مفصل عن كل هذه الخيارات فالشرح السابق كنا بنشرح فيه بالتفاصيل كل هذي الخيارات فطبعا بكل بساطة بتقدر انك ترجع هذه الخيارات وضغط على اي من هذي الخيارات تقدر تعرف بتعمل ايه هزي الخاصية وعطل اي خيار مسلا انك مش محتاج وبنفس هذا الشكل بعد ذلك هنا قسم تطبيقات الـ تطبيقات ويندوز الافتراضية او تطبيقات الويندوز غير المرغوب فيها اللي بتكون مسبتة مع الويندوز بشكل افتراضي تقريبا في التحديث الجديد بقى بيظهر فقط لو في اي تطبيقات غير مرغوب فيها مسبتة على الجهاز عندك بتحددها بعد ذلك بتعمل لها إلغاء تثبيت ثم بعد ذلك هنا قسم بدء التشغيل اي تطبيقات او برامج بتعمل عند بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر طبعا هنا بيظهر فقط التطبيقات الممكنة يعني اللي بتعمل بالفعل عند بدء التشغيل بتبتدي انك تراجع هذه التطبيقات وبتبتدي انك تحدد عليها طبعا في بعض التطبيقات مش بتظهر بشكل كامل بيكون المسار فقط فتقدر انك تعرف الاسم من خلال المسار من هنا وبتحدد عليها بعد ذلك حزف طبعا حزف دي اللي هي تعطيل من بدء التشغيل بعد ذلك التطبيقات هنا العديد من التطبيقات والبرامج الجل شائعة لو محتاج انك تثبت اي منهم بعد التطبيقات او ادوات النظام كذلك حالة المتصفحات وتطبيقات الفيديو والصوت وما الى ذلك بتبتدي من هنا لو في اي برنامج معين مثلا محتاج انك تثبته بتحدده بعد ذلك بتبتدي انك تحدد المعمريا كانت اربعة وستين بتا واثنين وتلاتين ثم بتضيف صح هنا على التثبيت بعد التحميل ثم تنزيل وبيبدأ فيه التنزيل والتثبيت بعد ذلك المنظف ده بيعمل على تنظيف الملفات المعقتة تنظيف شاشات الاخطاء وتقارير الاخطاء وافراغ سلة المحزوفات لو ان ما فيش شيء مهم على سلة المحزوفات وايضا تنظيف المتصفحات الكاش والكوكز والهيستوري بما في ذلك كل المتصفحات الشائعة اللي هي موجودة عندك فطبعا حدد فقط الكاش والكوكز والهيستوري بلاش السيشن والباسوورد بحيث محزفش الباسوورد ومن هنا تقدر تفتح اداة الديسكي قبل عمل تنظيف عميق او تنظيف شامل لجهاز الكمبيوتر بتضغط على اوكي ثم بتحدد من هنا كل هذه العناصر واوكي بعد ذلك دليت وبيبتدي انه يتخلص من اي ملفات غير ضرورية على الويندوز بعد ذلك اضغط على تحليل هيبتدي انه يعصر لك على كل الملفات الغير ضرورية على المتصفحات وعلى النظام عندك ثم تنظيف ومن ثم هيبدأ في التخلص من كل هذه الملفات الغير ضرورية بعد ذلك بيكون في عندك كسم الهوستس او المضيف احد اهم الاقسام هنا او احد اهم ميزات هذا البرنامج ميزة قوية جدا لان من خلالها بتقدر انك تعمل حظر لجميع المواقع او لاي موقع من الفتح او من استخدام الانترنت عندك او من الوصول اليه على متصفحة بتضغط هنا على ايكونة تحدد الايكونة اللي موجودة على اليسار دي بعد ذلك بيفتح لية ملف الهوستس كليك ايمين عليه او بيكون في المقدمة الهوستس كليك ايمين عليه بعد ذلك بتفتحه في النوت بات بتبتدي انك تجيب عنوان من هنا بيكون اوله مية سبعة وعشرين بهذا الشكل حدده بعد ذلك ارجع هنا الى الادة وضيف عنوان هنا بعد ذلك النطاق وده الخاص بالموقع على سبيل مسال مسلا موقع تويتر ده لو اننا حددناه بنفس هذا الشكل واقبي بعد ذلك رجعنا الى النطاق وعملنا له لصق واضافة كده تم حظر الموقع ده من الفتحة على اي متصفح عندك لو اننا رجعنا هنا الى الموقع التاني عملنا عادة تشغيل او تحديث للصفحة زي ما انكم شايفين محظور فتح هذا الموقع طبعا دي ده قوية جدا بحس ان لو في موقع معين او مواقع معينة انك مش عايز هتتفتح على المتصفح عندك او مش عايز ان اي حد يوصل لها فتقدر من خلال هذه الخاصية انك تعمل حظر لهذا الموقع طبعا هنا فيها هذه القيمة هتلاقي كل المواقع اللي انك هتحذرها مضافة تحت بعضها لو عايز تفك الحظر عن واحد معين بتحدده وحزف وكده تم فك الحظر عنه لو رجعنا هنا وعملنا زي ما انكم شايفين رجع الموقع اشتغل مرة اخرى فزي ما قلت رحضاتكم دي اداة قوية جدا لحظر اي موقع انك مش عايز ويفتح على الانترنت عندك بعد ذلك هنا الرجستري ده اصلاح مشكلات الرجستري الشائع لو في مشكلة بتواجهها مع اي من هذي الادوات مدير المهام موجه الاوامر وغيره من هذي الامور فبتحددها بعد ذلك ممكن نحدد هذا الخيار لعمل اعادة تشغيل بعد الاصلاح بحيث ان في بعض خطوات الاصلاح او التغيرات بتتطلب اعادة تشغيل عشان يتم تطبيقها بشكل صحيح بعد ذلك بيكون في عندك هذا الخيار الهاردوير طبعا ده من خلاله بتقدر انك تعرف كل معلومات النظام او مكونات جهاز الكمبيوتر الخاص بقطع الهاردوير اللي موجودة على الجهاز وهنا قسم التضمين واي التكامل ده من خلاله بتقدر انك تضيف بعض البرامج او او رابط مواقع او ملفات الى قائمة كليك يمين بيكون في عندك هنا اضافة وتعديل بتبتدي لو عايز تضيف برنامج بتضغط هنا على هذه الايكونة بيفتح ليه الجهاز الكمبيوتر بعد ذلك بتضغط او بتحدد على الزيس بي سي ثم بتفتح كورس النظام بعد ذلك او بواجرام فال ستة وتمانين افتح اي منهم بتبتدي تحدد البرنامج اللي انك عايز تضيفه في قائمة كليك يمين مثلا برنامج كروم هتحدد الايكونة اللي اخرها دوت اي اكسي بعد ذلك اوبن كده تم اضافة هذا البرنامج الى قائمة كليك يمين اضغط فقط هنا على اضافة بعد ذلك لو اننا روحنا الى سطح المكتب فهتلاقي ان كروم اصبح موجود في قائمة كليك يمين بضغطها هيفتح معك بنفسي هذه الكيفية تقدر انك تضيف اي برنامج انك محتاج يكون معاك في قائمة كليك يمين بنفس الكيفية ايضا في عندك قائم جاهزة يعني مسلا طبعا لو انك عايز تحذف الاضافات دي فمن تبويب حزف هتلاقي البرامج اللي انك اضافتها تقدر تعملها حزف وهنا في قائم جاهزة لو عايز تضيف قائمة الطاقة او قائمة ادوات النظام او ما الى زلك من هذه القوائم تقدر انك بضغطة واحدة يعني لو فعلنا هنا خيارات الطاقة هتلاقي زي ما انكم شايفين كليك يمين وهتلاقي ان قائمة الطاقة اصبحت موجودة عندك بما فيه زلك خيار مهم جدا للتوجه او عمل اعادة تشغيل وتوجيهك بشكل مباشر الى اعدادات بدء التشغيل المتقدمة فده ايضا قسمه مهم جدا بحيث ان من خلاله بتقدر انك تضيف بعض البرامج او بعض الادوات المهمة الى قائمة كليك يمين بما فيه زلك بيكون فيه عندك هنا قسم الخيارات من هنا تقدر تغير اللغة ايضا عرض فيه قائمة الوصول السريع بحيث انك لو اغلقت البرنامج او عملت له تصغير يكون موجود معك هنا في علبة الرموز الخفية بما فيه زلك البدء مع الويندوز طبعا ما فيش داعي من هذا الخيار والتحديث التلقائي طبعا اثناء استخدام البرنامج في بعض الخيارات بيتم تطبيقها بشكل تلقائي زي مثلا اضافة شيء الى قائمة تنظيف الويندوز وما الى زلك وفيه بعض الخيارات بتحتاج اعادة تشغيل فطبعا بعد اعداد او اضافة الخيارات المناسبة لك بتضغط على اعادة التشغيل عشان يتم تطبيق التغيرات طبعا في العودة لو انك حبيت تتراجع عن اي خيار انك عطلته فعادي جدا تقدر انك تعطله بعد ذلك تعمل اعادة تشغيل وهيتم استعادة هذا الخيار مرة اخرى دون اي مشكلات فادة قوية جدا يجب انها تكون موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر هتفيدك بنسبة كبيرة جدا في تحسين جهاز الكمبيوتر في تحسين الخصوصية وتحسين الامان وغيره الكسير زي ما استعرضنا على حضراتكم فما تنساش من دعم اعزائي الفيديو بلايك ولو عندك اي تعليق او اي استفسار قل لي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته